زوجة نائب لا تنفذ مذكرات القضاء بعد أن امتنعت عن دفع حقوق الناس بالحلقة الماضية محامية قال أن الحق على سهرة والسهر طلب حق الرد ملخص عن القضية بهالتقرير في 21 كانون الثاني عطى برنامج علم وخبر حق الرد لموكل السيد مشلين الحلو زوجة النايب الراحل ميشيل الحلو بقضية اتهامة استدار شكات من دور راصين استفاجأة اللي هي سيدة مشلين مديرة السوبر ماركت بس ولا مرة رايحة تعرفي الشركات يبقى حطين مفاوض بالتوقيع بس فيه شخص صوي عم بديرها السوبر ماركت تتفاجأ هي أنه فيه ديون بعد لهلأ لليوم من سنتين ما منعرف لا قده ولم نعرف إبقاء هي مشكلين مين عم بدير السوبر ماركت؟ يعني كان عم بديرها شخص قسمه جوني علوين بصفاتها مفاوض بالتوقيع مدام مشين تمدع الشكات لسير أعمال المؤسسة فقط دون تفقيت أي رقم أي اسم أو أي مبلغ تمدع بياض؟ تمدع بياض في مزاكرات توقيف كلها انشال تلتر باعة أسأل بلغ رسميا عم شين مزاكرات توقيف نياب العامة لقيت أنه فيه جرم ادعت وحولت الملاحة على مين ادعت؟ على ديوني علوين مدير أحد المدعين على الحلو حميد مكاري كان له وجهة نظره هلأ وقتها تقريباً شهر واحد لالفين وخمستاش بلشت ترتجع تشايكات قمت بتواصل أنا مع أرملته سيدي مشلين بتقلي أنا أطول بالك علي وراح للك ياها بهالوقت هي بتسافر على دبي طماماً نقول هربيت وهون بتحط لنا توني اللي هو نجلة بالواجهة تنتفوض معه بيبيع لبضعب وما بيددلنا حقنا للدعاوة بقضية السيد الحلو تتمي وقصص أخرى بتروي حرقة قلوب بعض من قمضى تعب العمر بتمويل مؤسسة جارجونتيا من دون ما يحصل على حقوقه ليس خوري أو بابا ليلو مثل ما كان معروف بجارجونتيا هو ابن 82 سنة عمل لعشر سنين بخدمة آل الحلو ماعتبر نفسه فرد من العيله دمعت خوري بترافقة غصة فيها ألم عشر سنين انتهت من دون تحصيل حقه حتى الساعة في مدير كان حطوا جوني عدوين شحطوا جيبوا واحد من قبله إيجا إذا اسألوا أنا وين مسيطني يقولي نسفر قلتولي يخيي في إيه مصاري أنا معكم هون وعمت بعودي بضعطي سيبعتوني شي عملت جدي أنا تقريبا ريح لي تقريبا شي عشرين مليون بضعف تلفلي مرة هو مسيطاني قال لي أنت رفع دعوة على أمي قلت له له يا أخيي أنا بديش معي مصاري بالأولى لحتى لي حطت معامل ومرة صرت ابكي ابكي قل له قل له بدي مصاري بدي جيب دوا ما كده يعطوين ما كده يعطوين حق دوا اتهامات السيدة مشلين انقلبت على صهرة كونه المدير الفعلي للمؤسسة قبل ما تطرد العيلي ليحل مكان ومدير آخر مقرب من الحلو اتهامات تراوحت بين النصب والسرقة وللحقيقة مصار آخر لما بيكشف المستور السيدة جوني علوان لطلب حق الرد ببرنامجنا الليلة بعد ما تحدث عنه المحامي عبود من دون ذكر انه علوان صهر السيدة مشلين جوني علوان مسال خير مسال نور كمان احنا بدورنا اتصلنا بالمحامي عبود اذا بيحبوا عنده اي شي يقدر يردوا يرجع على سيدة جوني علوان اللي هو مفتوح لالو بس قبل ما بلش معك بالحديث وردنا هلأ وردني هلأ انه في مذكر التوقيف صادرة عن بحق مشلين حلو عن القاضية ساندرا المهتار صادرة بستة وعشرين خمسة الفين وستعش يعني عم نحكي من سبعة شهر اكتر يمكن اكتر من سبعة شهر من بعد الحلقة الماضية والاسبوع الماضي لحتى وصلت هيدا المذكرة على غازير فهون نطرع علامة استفهام كبيرة كيف الناس بدأت اخد حقوقها اذا في استمهال هالقد بتنفيذ المذكرات وجلب المذكرات وارسالها على المخافر وبعدين قديش بالمخفر بدأ تاخد وقت وايضا وردتنا سيارة كمان هلأ الى مشلين حلو عم تتجول فيها برقم لمجلس النواب بابعرف قديم بحق الا بعد تقدر تتجول برقم لمجلس النواب بعد وفاة زوجة هيدا بده بحث آخر جونية يعني الاسبوع الماضي اتهمك المحامي انتوان عبود بانه كانت انت تاخدت شكات وانت تصرف فيها وانت مدير الشركة وانت اللي غرقت المؤسسة بالديون والحق عليك شو بترد اول شيء مساء الخير وبهنيكن على هالبرنامج لانه القصة الى سنتين والقصة هلأ يمكن اصحاب الحق التجقوا لكل الوسائل تقدروا ياخدوا حقهم لقالة استيس طوني عبود جمعة الماضي في كذا نقطة رح احكي فيهم اول شيء قصة تشكات العوياد مادام مشلين هي درسي حقوق ومادام مشلين هي مرت ناجب ومادام مشلين هي مرت محامي وذكر استيس طوني انه في عنده حوالة 200 شخص بدون المصاري مننا هالي طورة 200 شخص بدون المصاري مننا يعني اذا اعتبرنا حميد ما هو 11 شاك يعني 200 شخص عنا عم نحكي بحتوالة 2000 شاك بالسوء هالي طورة بتعطينا مادام مشلين 2000 شاك عبايات بالسوء وما بتسأل عن أول شاك عبياد وينو فيه سأة يعني قال أنه قلت لك 15 سنة بتشتغل معنا أنا عالة عم بيخد دور السستوني يمكن لأنه بدي أعرف منك الحقيقة فيه سأة يعني مثل ما قالت سيدي مشلين حلو كانت بدأ تترشح على الانتخابات وعندك كفاءات معينة صحيح ولكن أنه وسأت فيك هي هذا هي وجهتنا لكن مدام مشلين ما بتوصق بحدا يعني أنا مدام مشلين أول شي قلت 9 سنين مش 15 سنة العامل الوقت عم بيلعبوا أستاذ توني عبود طي يقول أنه 15 سنة في عامل ساقة كبير أنا بلاشت بالألفين وخمسة وهني اداعيوا علي بالألفين وخمسة عشر بشباطل ألفين وخمسة عشر وتحقق معي لمدة شهر تحقق معك لأنه أستاذ توني قال أنه ما تحقق معه بلا تحقق معي لمدة شهر أنا تحقق معي لمدة شهر بتحرجوني بس ما توقفت كيف يعني تروحوا تجاه التحقيق مظبط ختموا التحقيق وحولوه عند قاضي التحقيق الأول وبعد لهلأ أستاذ توني عبود مش حاضر ولا جالسة يعني تشكت علي مدام شلين نزلنا على التحري ختموا التحقيق بالتحري كيف دفعت عن نفسك عند القاضي شو بيانت له شو بيانت له شو هي ما قدرت تبين علي وأكاذيبة كنت عم تقول عن أول تشيك على بياض أنه أصدك يعني إذا عملت أول تشيك على بياض ما فيها تكف أنا أقول أنه هي بدأ تيجي تقول أنه أنا أعطيته تشيك على بياض هذا غير صحيح لأنه أستاذ توني يعني مدام مشلين بجعب لك ما بتوصق بحالة وفي توني الحلو يلي هو ابنه هو اللي كان هو إياها يديره سوبر ماركت يعني مدام مشلين وطولي الحلو هني أشخاص استعملوا أموال الشركة ابنه استعملوا أموال الشركة لشو استعملوا مثل ما قال حميد مكاري أنه عنده سيارات كل ست سبعة تشهر بغير سيارة مدام مشلين بدا تسافر مثلاً ع إيطاليا بتيخد ماء خمسة عشر مدام ع حسابها ع حساب السوبر ماركت يعني رح تعم ترانة ليلات بعد شوية إذا هي يعني إذا بتبيع مدام مشلين يعني أنت عم تقول عم تقول شي خطيني يعني عم تقول أنه هي قدرة توفي ومش عم توفي يعني في فرق ما واحد يكون أخذي أرار ما توفي أخذي أرار ما تدفع ليش؟ حدا بدو يتبهدل يعني أنه بيأخذ أرار معي قلت لك أنا يلا بقول تشيكات مسروقة و تشيكات مزورة وبخلاص منها لصة يعني فيه أرار من بيت الحلو ما يدفع هلأ أنت متدعي عليهم؟ أنا متدعي عليهم هلأ رحوصل على الادعاء بس كمان تحكي عن أصحاب الحقوق أستاذ توني عبود ذكر أنه بدو يتأكد من شو؟ هو بحلقة الماضي خمسة مرات ذكر أنا حقي أتأكد ويقل له لحميد أنه أنا بدو يتأكد ويتطلع بالشاك ويدقق بالشاك وهذا موضوع مهم بالنسبة لتوني عبود طيب شو خصوا بابا ليلو؟ بابا ليلو عنده حاطيت ألعاب بالأمانة يعني حاطيت رأسميله كل السنة قدش بدو بابا ليلو الرجل اللي شفني بالتأدير هلأ واللي عن جد؟ أنا بيقول 20 مليون بس بعتقد أكتر لأنه بابا ليلو حاطيت طابق بكابله يعني هن بأسرع لي يعني؟ سوبرماكت هي مسيحة 1200 متر يعني 1200 متر أول شيء ثلاث رفوف ويسكي هون غلط يعني 1200 متر إذا سأل النايتات أول شيء نايتات مخصم بالسوبرماكت وإذا سأل السوبرماكت بيعرف أنه سوبرماكت فيها فوق الخمسين رفوف ويسكي يعني فيه تضليل للحقيق بدي روح يزغروها أنه أنت بولا مطرح بتتحمل مسئولية سيدة جوني إذا مدام مشلين هي المفاوة دي بتوقيع يعني أنت كمان كنت موجود يعني أنه كمان أنت يمكن أخرتهم أنا موظف أنت ما أخرت لهم أنه ما ياخدوا حقوقهم ما لعبت هيدا الدور لأصحاب الحقوق ما كنت تقول لهم انطروا لا لا هي طوني كان قيلوا انطروا يعني هني لجأوا مثل ما قالك حميد مكاري لجأوا لطوني وطوني حط شخص كمان من قبله بقلب السوبرماكت بس في ناس فضت السوبرماكت مثل ما كمان اسمعوا بيعوا بيعوا ليكا في بضاعة ب تماممائة ألف حميد مكاري بيعوا وما دفعوا لحدا يعني مش دافعين لو ألا شخص أنت شخصيا بدك منهم أنا دعيت اليوم بدعوتين أول دعوة طلع حكم فيها طلع حكم صادر حكم طلع حكم نهي دعوة إفلاس أنا مني أنا ضد قارونتويا وهذا الحكم نهائي أوكي وبتعف الإفلاس هو دان ثابت وحقيق يعني بهذه الدعوة انت دمون تحقك بهذه الدعوة ايه؟ وفي عندي دعوة تاني كمان هلأ مادام مشلين وإستيس توني عندهم جلسة بستعاش ثلاثة بس ما عم تقول ما بيحضروا جلسات سابقا كان عندهم جلسات هم شعر بيحضروا جلسات اللي هني متشكينوا علي يعني تشك علي وما تطلع تتابع جلسات أوكي بهذه الجلسات أنا لا تتابع جلساتي أنا عندي حق وانا صاحب حق في موجودة بلبنان مش إن حلوة كمان كتير إجاء اتصالات هلأ حسب محميد مكاري بيقول شايفها بالمستشفى بس أنه أنا ما في اتصال أنا عندي شئ عائلة بس مش عليلة من سبعة شهر يعني ومن قبل يمكن في مذكرات توقيف على شخص ما يتوقع بركة هو قصده يدفع عم بحط كفلات يعني قصده إنه وقت اللي بيكون في حدا بده تشاك عم يرجع بروح بيدفعه ليفك مذكر توقيف طب ليش ما بيدفعه قبل ما يحط مذكر توقيف يعني هو مذكر التوقيف بتجي في عجقة أو بتجي بعد سنتان ببلغوه من المخفر وبيدقوله بيحويله عند قاضي التحقيق وبيبلغوه أول جلسة ببلغوه ما يمكن هيج يعني وأنا باعتقد وأكدلك إنه ولا مذكر التوقيف إن شايلت بس هني عندهم اعتراض على التشاكات يعني كانوا عم بحطوا كفلات لقيمة التشاكات مش عم بيدفعه لأنه هني معطردين عليهم هني بيعتبروا إنه أنت اللي وردتهم فيهم يعني هيدا الكلام اللي حقا هيدا اللي كان بديوا يحطوه ككبش مهرة إنه نحنا من نلبصها بشخص اسمه جاني عروين منقول هيدا الشخص هو اللي صارق الشركات وهو اللي طب أصحاب الحقوق اللي مواصفين ليش ما ندفع حقهم ولا موظفين كميلا ولا موظف ندفع حقهم دعوا اشتكوا الدعوا بيكي في كتير أشخاص ما تدعوا لأنه كرميل يعني أستاذ ميشيل عنده صاحب حقكين وأستاذ ميشيل من الأشخاص اللي يعني في ناس يحبوه نعم المواصفين ما حدا ندعى حميد مكارق اللي كان معنا بالأسبوع الماضي عنده مداخله ومثل ما قالت إذا عنده مداخلة بده يرد أنتوان عبود مثل ما إجا هيدك الحلقة واتهم يتفضل فيه يطلع يرد ويجاوب لأنه جوني علوين جايب معه كل وراءه عم يحكي مساء الخير سيد حميد تفضل مساء النور لا يريد بتوتي صوت التلفزيون من حداك عم نسمع نعم تفضل شو عندك شي جديد بعد هيدا الأسبوع هل مظبوط المعلومات اللي ورادتنا أنه من بعد الأسبوع الماضي ورادت مذكرة التوقيف على مغفر غزير نعم نحنا كانت مذكرة التوقيف كل مرة راجعة فيها ببعبدها يقولولنا بيجوني نعم وبيجوني يقولولنا لحيبة بعبدها بعد الحلق نهار الثنين ثلاثة ظهرت مذكرة التوقيف بيجوني بمحكمة جوني نحنا متل ما عم بيقول الأستاذ جوني علوين أنا ألتقاد بمدام نشلين بمستشفى الكامسي كسروان ميجيكل سنتر أي مطم من أمتى؟ من أمتى؟ تقريباً قبل رأس السنة نعم يعني بشي شهرة عشرة حداش نعم تصلنا بمغفر غزير مغفر غزير بيقول إنه بديفتش عن ذكر التوقيف تشوفينية ما في خمس دقيق مدام نشلين بتفل من المستشفى كان هي عندها فحوصات وفحوصاتها بياخدوا ساعة ساعة ونصف بتقول لهم إجاني اتصال وأنا مضطرة فيه نعم يعني فيه يعني متل ما حضرتك قلت فيه فيه محلات عم بيقاف تنفيذ مذكرات التوقيف على مشلين الحلو نعم بتحب تديفش جديد عن اللي حكيتو بالحلقة الماضية؟ لا أستاذ جوني اللي عم بيحكي لحديث هلا أنا موافق معه مية بالمية ما كان عنده عندكن يعني أنتو ما بتلاقوا إنه كان مغلط بإدارة السوبر ماركت سيدة جوني متل ما اتعاموا المحامة؟ أنا كنت قلت تسويق لا لا كانت مدام مشلين وكان السي ستوني الحلو أوكي تفدل بتحبت نعم نحنا لا نحنا وقتها كانت جوني مستلمة كنا نحنا متل ما هني يعني كنا عم نقبة كل مصرياتنا تقريباً قديش حجم الأشخاص اللي بدهم حقوق من سيدة مشلين حلو يعني أنا بعرف لك بالتجار عندي سبعة من تجار وعندك مبالغ كبيرة من التجار طيب وكمان يعني زكر يمكن ما عادرة تدفع يعني الحقوق هيدة ما عادرة هناك عقارات وفي أمليك وفي مجوهرات وفي أراض x11 قد نعرف داخل من مز易ة بمجلة الشراع Ne發現 أمتان إخذ مقابل ما أرانوا ليلت في تقول مشاهل حلو قداما ومن بنك المدينة نحنا ما ليس معنا نعرف شي عنه يعني كلنا من Bridge أو بنك المدينة ومنارف من مشاهل حلو كيف كان ح lí Fol Que نفاض MY puzzles بكل الأحوال نحنا وصلنا لكم صدقكم لا أنه أنتم أصحاب حقوق وشكراً لك كمان أنا في بس كمان حبيب هايدي الورقة كمان اخيرة لأنه كمان نحنا بناءا لحقك بالراد قلني لك تفضل شوفي عندك بقى تأكيداً لكينت عم بقوله شوفي هاي الورقة هاي مدام شلين الورقة اللي مش بس هي بتدير هي كمان بتخطيت كيف بتخطيتها؟ يعني هي بتكتب النقاط اللي شوفي هاي الورقة فينا نشوفها على الكاميرا نعم شو بتقول هاي الورقة هاي بخط ايها المدام هاي خط مدام شلين تركب 400 ألف دولار للمياب نعم وعم بتحاول تبرغ هالشي انه في موت ميشيل الحلو تانية نقطة هاي عم تقنع التجار كانيت انه ما تخافوا رح توصلوا لحقوق كون نعم أنا في عندي مبالغ جاية من بنك المدينة تبلكي صحيح اه مبالغ جاية من بنك المدينة هون تحصل المبالغ من بنك المدينة ترشيح مشلين مع ميشيل عون كمان كانت هي مفكة حالة رح تطلع نايب وحيصير عندها حصانة نعم وذكر هالشي حميد بنقابلة الماضي انه انا يلا باجل شوية هالتجار وانا طالع عن نيابي حتى حتى تشيكات اللي هي باسمها بالسوق يعني ذكرها بخط ايضا انه هي علاية تشيكات بالسوق هي الخطة اللي كانت عم تستعملها او القلب هي طالب مني انا انزل عند ابو علي صاحب بانك الميات تقليلها تتقلع عنه يعني انت بتعتبر انه هيدا الشي ببريك من الاتهامة هلأ في القضاء طبعا بالآخر الملفات بالقضاء على كل حال جوني علوين انت حبيت لانه انذكر اسمك انك ترد واهلا وصهلا فيك انا بدي اشكرك على حضورك معنا رح نتابع الامور اللي بتصير معك انا حسب معرفة ما بعرف اذا هالقد صحيح انه تعرضت لكتير ضغوطات نحنا رح نظلنا وقفين حدك لانه لمن توصل لعنا على هالمنبر نحنا دايما من نسندك ونقف حدك اذا كنت صاحب حق والقضاء بيرجع بيقول الكلمة الاخيرة وايضا اي حدا عنده طبعا حق الرد عن هذه القضية وغير قضايا فاصل اعلاني ومننا نرجع ندخل على قضية كتير مهمة لانه فيها مال عام ضايع خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا